طيب سهيلة لا انا مكنش متوقعة بصراحة جيدة للدرجة اللي اجيب تهديت انا بصراحة يعني احسن ان انا اخري ان ان شاء الله يعني هطلع مثلا الاولى على المدرسة لكن الاولى على الجمهورية دي انا بصراحة الخبر اصلا فاجئني طيب انا انت فقال بابا انه كنت فاجئته اصل الواحد بيبقى خارج من الامتحين وحاسس ان هو يعني قصر الدنيا وانا ده انا تمام قوي فاللي بيخرج مش متوقع قوي يا رب بس انجح وكده انتوا من الناس اللي بتطلع من الانتهم تعيض بقى على السؤال لا لا امدى الحمد لله ولا كنا عادي تمام الدنيا احنا بس كنا يعني متأثرين اللي هو ايه بتبقى مثلا اللجنة بقى فيها توطر شوية فبتحسن انت ايه اللي هو قاعدة مروشة شوية بالحواليك اللي هو ايه واحد مثلا ممكن يخدك انت قاعدة يخدك ازيه يعني مثلا يغمع لهم مثلا ممكن يزعق فايه لحظة اللي هو انت مش متوقع انت منك كده فجأة طب انتوا بمعنوكوا اوائل بقى هناك شطرة 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 يعني بتخشوا اللجنة زي بقيت الناس الطبعيين منتوترين وقدينا ساقع وبطنينا بتوقع لا 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 ممكن متوتر بس في الحد الطبيعي يعني مش مش متوترة قوي بقى وقلانة ولا الحمد لله يعني انا واحدة مذاكرة فخلاص عاملة تانية طيب سعيلة طبعا انا عايزة اسألك ليه اخترتي الثانوي الزراعي انا اخترت الثانوي الزراعي بصراحة انا يعني كنت احبى اخش في سنة عام بس انا يعني لقيت ربنا يعني فتح لي حاجة احسن او طريق احسن فا وكمان انا كنت عايزة بالعنى التوتر والالق بتاعها لان بصراحة التوتر بتاعها جمد قوي فانا قلت ايه يعني ممكن اخش حاجة يعني غير السنوي العام تخليني بردك في مستوى السنوي يعني كاين في مستوى السنوي العام فممكن بردك اطلع منها حاجة كويسة فانا بصراحة لما دخلت السنوي الزراعي في الاول في قولة السنوي بدأت بقى احب الهندسة والمواد انا بصراحة بحب الرياضة شوية فبحب بقى الهندسة والرياضة والجبر والكلام ده فلما درست حبيت الموضوع وحبيت المجال اللي انا دخلت فيه طب انتي نوية تدخلي مثلا معيدة في الجامعة ولا ولا مهندسة مثلا زراعية يعني ايه اللي فعلا بعد ما درستي بقى الزراع يعني نفسك تعملي ايه بعد كده؟ يعني بصراحة يعني نفسي اطلع مهندسة يعني اصمم حاجات حلوة وكده شواء